فكرة الصحافة وعلى الفيسبوك نفسي برضو معي النهاردة في فقرة الصحافة الأستاذ عادل الصنهوري مدير تحرير العام بجريدة اليوم السابع تحرير العام بجريدة اليوم السابع صباح خير يا فنز صباح خير معيش الكلام بيقع مني شوية النهاردة الصوفة شوية النهاردة عندنا سبع أخبار متفرقة من عدة جرائد من الشروق صفحة أولى القضاء يهددون بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الأهرام صفحة أولى الجندي الصفة القضائية للقناصل الحل الأسهل لتصويت المصريين بالخارج اليوم السابع صفحة أولى تعزيب مواطن حتى الموت داخل سجن تورا والداخلية تسمم دوائي المصري اليوم صفحة أولى مظاهرة التحريط تطالب بتسليم السلطة المصري اليوم صفحة أولى أمناء الشرطة يهددون لن نشارك في تأمين الانتخابات وخبراء مخطط لنشر الفوضى الأهرام صفحة أولى مصادر إسرائيلية تتوقع تبادل ستين سجينا مصريا مع الجسوس ترابين الدستور صفحة أولى حزب الإخوان سنحصل على تلاتين في المية من مقاعد البرلمان وسلفيون لا يشغلوننا سيد عادل عندنا أول موضوع وهو القضاء كانوا مجتمعين مبارح في نادي القضاء وكان حصل شوية مشدات ما بين المحاميين وبين القضاء بشكل مش لائق بالتنين ومنشروا بيقول أن القضاء يقددون مقاطعة الإشراف على الانتخابات يعني احنا كنا نتمنى أنه بالأزمة دي بالفعل تنتهي لأنه يعني هي أزمة ما بين جنحي العدالة يعني رغم أنه المسشر الزند كان بتحفظ على هذا المصطلح وخاصة بعض التجاوزات يعني هنا كنا نتمنى بالفعل أنه يجب أن يسود صوت صوت العقل في هذه الأزمة لأن دي أزمة يعني مش عايزة أقول أن أزمة كارثة أنها بتعصف يعني بأشياء كثيرة بالنسبة للوضع الداخلي أنت بتتكلم على نخبة بيشكلها بيشكل طرفيها القضاء من جانب والمحامين من جانب آخر يعني هي المسألة تصعدت بشكل غريب جدا تصعيد الأزمة جاء بشكل غريب رغم أنه كانت هناك محاولات التهداء لكن يبدو أننا دخلين على فصل جديد في المأساة الجديدة دي المسألة يعني أنا شايف أنه أصبح فيها عناد ما بين أطراف معاينة كان هناك تجاوزات من جانب المحامين لكن أعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك نقاش وحوار ما بين ما بين الاتنين ومع وجود شيوخ المهنة بالنسبة للمحاماء أو القضاء لإنهاء هذه الأزمة إذا كان هناك خلاف على قانون سلطة القضائية أو المد 18 فهنا أنا أعتقد أنه المسألة هنا مش مسألة أنه طرف ينتزع حقوق على حساب طرف آخر أنه في حصانة لقاضي على حساب محامي إحنا هنا بنقول أن السيادة دائما هنا للشعب الحصانة هنا للقانون وليس للقاضي إحنا يعني بنتكلم على أعتقد يعني يعني أهم شرائع في المجتمع منوط بيها إرساء العدالة تنفيذ القانون تحقيق المساواة بين أطراف الشعب إنما انتصل من تظهر الأمور حتى الآن لهذا التصعيد وهذا الصدام أعتقد ده مش في صالح الجميع القضاء بالفعل وفي الأول وفي الأخر حضرتك المحاكم مقفولة يعني القضاء مبارا هددوا يعني قرروا تعليق العمل بالمحاكم لأنه هناك تجاوزات طلبوا الحكومة بتأمين مقر المحاكم بعد اللي حصل من اقتحامات من عدد من المحامين رفضوا مسألة تأجيل قانون السلطة القضائية من قبل الحكومة رغم أن الحكومة قالت بناء على تصرحات من المجلس العسكري أنه قانون السلطة القضائية ده هيحال إلى البرلمان القادم أعتقد أننا علينا الآن أننا الاتنين بالفعل يكونوا على قدر من المسئولية الوطنية هو زي ما أنت حضرتك قلت بدون أعطي كلامك هو داخل الموضوع في عند يعني يا جماعة ما هو القانون قريدي لسه يعني يا محاميين يعني القانون قريدي لسه ما اتفقناش عليه وما أعلنش ومش هو اتفقين عليه ومش هنقوله دلوقتي وقولنا أنه إحنا ممكن نعمله وفي الجانب الآخر أنا أعتقد أنه تصرحات زي لا إرادة تعالى فوق قرارة القضاء يعني أنا أعتقد المسألة برضو بتزيد الأزمة اشتعالا يعني احنا محتاجين الآن كثيرا من الهدوء كثيرا من العقد تأجيل كل هذه الأمور حتى نعبر هذه المرحلة السياسية ده وكان من الأولى ومن الأقدر بينه المحامين أو القضاء أنه يكون يعني يكونوا رأس الحربة في دفع العمل السياسي المرحلة انتقالية الحالية نحنا نعبر بيها يعني وفي الأول وفي الآخر المفوض أنه نبص طيب للمصلحة العامة المصلحة العامة هو أن المحاكم مأفولة يعني تعطيل مصالح كم واحد مواطن مصري عايز حقه كم واحد مواطن مصري المفتوض تتكلم على ملايين يعني تغيير المحاكمات اللي بتحصل الأساسية اللي احنا عايزين نشوف هيحصل فيها إيه إذا كانت محاكمة الفسدين أو من الأهرام صفحة أولى الجندي الصفحة القضائية للقناصل الحل الأسهل لتصويت المصريين بالخارج يعني برضو يعني دي أزمة تانية يعني احنا يبدو أن احنا مسألة الأزمات اللي بتواجهنا الأزمات متتولية جدا ولكنها قد يكون كان حلولها بسيطة جدا إذا كان هناك إرادة من حكومة قوية يعني حكومة لديها البدائل ولديها الحلول في مثل هذه الأزمة أعتقد أنه ده حق دستور يا جماعة يعني نعم ملايسة بدعة يعني كل الدول عملت كده يعني تونس اللي لسه بأجرة انتخابات طبيعي جدا أنه مسألة حق التصويت للتوانسة في الخارج ده حق طبيعي وحق أصيل ومشروع إذا كان المصريين في الخارج أما بشكله دعامة سياسية لإقتصاد المصري فإزاي يعني أنت تحجر على أنه يكون له محق في المشاركة في العمليات السياسية في الداخل يعني هناك البدائل الكثير لكن يعني يبدو أنه التراخي والطباط وفقدان الإرادة في حل هذه المشكلة مستمر البدائل الكثيرة مطروحة إذا كان المستشارة بيزي الجند بيقول أنه على أقل منح القناسل والسفراء الصفة القضائية ولو شكله مؤقت لإجراءة العملية الانتقابية هناك البدائل الأخرى التصويت بالالكتروني التصويت بالجوازات السفر يعني هناك بدائل وفي النهاية في تجارب ممكن نستعين بيها السؤال هنا حضرتك هما المفروض أنهما يبدو يسوتوا أو يدوا صوتهم في الانتخابات أصدق الانتخابات اللي هي جاية دي ولا فيه انتخابات لا انتخابات دي لا أنت تتكلم على انتخابات دي الانتخابات اللي هو الانتخابات دي لا يعني هنا هو القانون أو حكم المحكمة القضاء الإداري قال الانتخابات بشكل عام ولم يحدد الانتخابات الراسية أو الانتخابات البرلمانية لأنه بالفعل إذا لم يتم يعني في كل كونسولة كونسولية كونسولية في مصر في أي بلد في العالم حيبقى في عندهم ورقة بالمرشحين المسألة أعتقد أنها بسيطة ولكن بتحتاج إذا كان بتحتاج لتعديلات تشريعية أو إجراءات إدارية دي سهل جدا. إذا كانت القناسل بتقوم بدور الحكومة في الخارج من تخلص عقود من زواج من الأخرى أعتقد المسألة هتبقى من السهلة أيضا أنها هتقوم بحق التصويت الخبر الثالث معنا من اليوم السابع تعذيب مواطن حتى الموت داخل سجنة تورا والداخلية تسمم تسمم دوائي يعني إحنا برضو إذا يعني عايز أقول مأساة جديدة ونفس عادة الإنتاج في علاج مثل هذه المشاكل أو الأحداث اللي بتحصل منه مثل ووفيات أو تعذيب داخل داخل السجن. يعني اللي حصل مع المواطن أو صامعطة يعني بيذكر الناس لأسف بحادثة مشقومة جدا وهي وفاة الخالد السعيد اللي هو كان الشرارة الأولى في ثورة 25 يناير. يعني أي أن كانت الملابسات الحادث داخل السجن. سواء أنه كان هناك تعذيب زي ما أهالي المتوفي بيقوله أنه كان هناك أحد الزباط بيعذبه لأنه بتلع شريح تليفون محمول أو أنه تعاطى مخدرات إلى آخره. يعني أنا أعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك تعامل جديد. هو المسؤولين في الداخلية قاله أنه ما فيه شريحة حكاية هو المفروض أنه هي عقوبة فيها بعض المخدرات. كيف دخلت هذه المخدرات إلى السجن؟ أنا أعتقد ده برضو يستدعي التحقيق. يقال أنه فيه حادث كبير جدا من أنا أنا بأقول اللي أنا عارفه وسمعته عن المسؤولين أنه حكاية التهريب للأسف الشديد في السجون. أيا كان يا أشرف. يعني هي المسألة يجب أن يكون هناك شريحة فيها. أنا بالنهاية هناك أعتقد لجان تحقيق أن أنا كدخلية لأتنصرع وأصدر نفس البيانات للأسف اللي كان بتصدر قبل كده. أولا أبدو أنه بيان مشابه بإسم جديد. لكن أنا أعتقد أنه النابل عام دلوقتي أنه استدعي الانتدب الطب الشرعي للتحقيق في الواقع. تمام. يعني أعتقد مفروض يكون هناك شرفية إذا كان حصل الوفاة طبيعية أو غير طبيعية ومحاسبة المسؤولين. عظيم. لأنه برضو ده تزامن مبارح مع حدثة أخرى أو أول مبارح مع حدثة أخرى برضو في الشيخ زايد في إطلاق الرصاص على أحد الطلاب لأنه لم ينصع لتعليمات الأمن. المص اليوم صفح أولى مظاهرة التحريط وطالب بتسليم السلطة. مفيش أخبار أنا أعتقد أنه مبارح طبعا كان حوالي عدة ألاف المسألة أنه هناك تخوفات من مسألة استمرار الوضع الحالي والمرحى انتقالها الحالة في ظل عدم وجود خطوات واضحة بالفعل للانتقال السلمي. يعني للأسف احنا برضو واضح أنه احنا نستطيع نموزك تونس كل شوية يعني لهذه الدولة الصغيرة أنه رغم أن فيها مشاكل لكن في النهاية هذه المشاكل بتصير بالتوازي مع إجراءات واضحة بالانتقال السلمي للمرحان انتقالية في تونس يعني مسألة عدم وجود رؤية عدم وجود خريطة طريق الانتقال أو العبور المرحان انتقالية هو اللي بأدي لده. يعني مبارح فيه تخوفات بعد ما ظهرت على استحياء كده الحملات بمسألة دعوة المشير للترشح لي الرئاسة الاخره. كل ده بأدي إلى مخاوف فبالتالي كان مبارح رغم أنه كان العداد لازد بالكثيرة ولكن يعني كان هناك مطالب بدرورة تسليم السلطة أو وضع برنامج وضع. تمام. كان طبعا تزامن معها المسألة التنديد بالإعلام المسألة التنديد بالأحزاب لأنه بعد المتظاهرين أو نشاطها اشتايفين أن الأحزاب بتتأمر على الصورة والأحزاب يتحققها ده في الصورة وبتعمل لمصالح شخصية. سيد عددنا انت سؤال بس صغير قوي لسا أنا في المقدمة. رأي حضرتك إيه في أن واحد من منتخب نفسه في الرئاسة الجمهورية طالع كان في وسط التحرير مبارح وبيقول خطب. طبعا يعني أنت دلوقتي في سوق عقاز السياسي يعني أنا دلوقتي في سوق كبير جدا كله بيحاول يوظف المشهد سواء في مظاهرات أو منتدائيات أو ندوات الأخرى لصالح الدعاية الانتخابية وده شيء طبيعي جدا يعني واضح أنه هو الشيخ حزب هو اللي بيقود دلوقتي المسألة ديت ويتم توظيفها بشكل وآخر وهذا أعتقد أنه هذا حق يعني أنه بيستخدم كل الأوراق للصالحة ولكن أعتقد توظيف مسألة التحرير تحديدا دي مسألة واحتاجة كلام. المصر اليوم صف حولها أمناء الشرطة يهددون لن نشارك فيه تأمين الانتخابات وخبراء مخطط لنشر الفوضى. طبعا يعني هي مسألة أمناء الشرطة بصراحة يعني يعني مش عارف البعض قد يتعاطف البعض والكثير اللي هتعاطفون مع اللي حسب من أمناء الشرطة لأنه يعني أعتقد كان يعني نهما كانوا أحد الأسباب في ما حدث في ثورة 25 يناير لكن أعتقد أنه تم تحقيق مطالب كثير جدا دلوقتي أعتقد أنه يعني في ظل الدولة المهدنة الطيبة الرحيمة أنه صغف المطالب يبدو أنه بدأ يعلو من أمناء أنا النهاردة أريد في الجرنان أنهم عايزين يطولوا اللحية كله بقى يعني يبطي ممكن يضرب يعني يحط صليب يعني هي المسألة أصبحت في حالة من السيولة للدرجة أنه أن السافر المطالب بقى واحد وعشرين مطلب بما فيها بقى الوشب الصليب أو اطلاق اللحية أو أن الزابط ما يروحش الشغل بالسيارة يعني أنا أعتقد أنه ده بالفعل محتاج يعني أنك كاتب المطالب ده محتاج فعلا حسب يعني إحنا محتاجين دولة قوية لديها إرادة لإعلاء سلطة القانون لإستعادة هيبة الدول يعني أنا أعتقد أنه ده تمرد يعني إذا كان في التعريف القانوني أعتقد أنه ده تمرد كثير من المطالب تم تحقيقها أنا محتاج بالفعل الآن الحسب العداد بتتراجع بالفعل بعد تحقيق العديد من المطالب لكن مسألة محتاجة بالفعل يكون هناك يعني دولة أعتقد دولة قوية لمواجهة مزهزة الأمور سيد عادل إحنا خلاص يعني وقتنا خلص إنما سريعا الأهرام صفحة أولى مصادر إسرائيلية تتوقع تبادل 60 سجين مصريا مع الجسوس ترابين يعني طبعا سريعا بسبب النجاحات اللافتة فعلا للاحقتها الدولة وخاصة الجهاز الاستخبارات المصري العظيم أعتقد أنه في صفقات كثيرة جاية طبعا لو هنحطها في الوضع الأشمن في الوضع الأشمن ده في إطار التهداء وإطار أن إسرائيل شايف أنه في مرحلة جديدة يجب أنها تبدأ بتهداء معنا الدستور صفحة أولى حزب الأخوان سنحصل على 30% من مقاعد البرلمان والسلفينيون اللي يشغلون هنا يعني أعتقد أنه هو يعني لو فيه انتخابات الجمقراطية ممكن تتكرر تجربة تونس وأنه بص أنه ما فيهش أغلبية هتحصل على البرلمان وأنه هنخدش برضه في إطار حكومة تلفية وأنا أتمنى أنه ده يحصل بس بشكل سلمي أستاذ عادل السنهوري مدير التحرير العام بجريدة اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك شكرا 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 وشوفك تاني قريبا إن شاء الله إن شاء الله شكرا فاصل وراجعين حالا